بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعظيما وإجلالا ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا وما أثت نفحات اليسر ناسخة من المكاره ألوانا وأشكالا ونصلي ونسلم على عين الرحمة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة أيها السيدات نحدثكم في هذه الحلقة عن اسم سورة الفرقان وهي سورة من أهم سور القرآن سميت بالفرقان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله فكت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف ولعل أهل القرآن والذين يحفظونه للسبيان يسمونها سورة تبارك الفرقان كما يسمون الملك سورة تبارك الملك لأن هذه الصورة نزلت بعد صورة ياسين وقيل إنها نزلت بعد صورة فاطر والراجح أنها مكية كلها ولعل أسلوبها وسياقها وقرائنها دال بيقين على أنها من القرآن المكي لا محل ولفظ الفرقان يقول علماء اللغة إنه القرآن أو هو كل ما فرق بين الحق والباطل فهو فرقان وقد ورد في قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان والفرقان هو الحجة أيضا والفرقان هو النصر قال تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وذلك اليوم كان يوم بدر الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل ونصر عباده الصالحين ونبيه المكين وعلى العموم فكل ما فرق بين الحق والباطل والحلال والحرام والخير والشر والضلالة والهدى فهو فرقان والفرقان في القرآن كما يقول المفسرون على ثلاثة أوجه كما أسلفنا من قبل نلقيسها في أنها تؤدي معنى النصر في قوله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وتؤدي معنى المخرج في الدين من الضلال والشبهة إلى الحق واليقين ومنه قول الله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفي قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم وتؤدي معنى القرآن وهو أكبر فرقان بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل ومنه قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقد ورد لفظ الفرقان معرفا بأل في مواضع ستة منها قول الله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ومنه قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومنه قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ومنه قوله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ومنه قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ومنه قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النذير وورد لفظ الفرقان أيضا نكرة في آية واحدة في القرآن هي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فالفرقان في القرآن كالفرقان في اللغة لأنه هو التفريق بين الحق والباطل وبين الحجة والشبهة سواء بما يدركه البصر أم بما تدركه البصيرة وقد ورد في قواميس اللغة أن الفرق منفلق من عمود الصبح لأنه فارق سواد الليل فهو فارق أي مفرق بين هذا وذاك وفي القرآن الفرقان علم على كل كتاب سماوي أنزله تبارك وتعالى على أحد من رسله ففرق به بين الحق والباطل في بيئة ما وفي ظرف ما فهو تعالى يذكر بأنه آت موسى وهارون الفرقان ونزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الفرقان وقال بعضهم إن قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان أن الفرقان في هذه الآية هي المؤجزات المصاحبة للرسالات والداعمة لها والتي بها يكون التفريق بين الحق والباطل وبين دعو الأنبياء الصادقين وبين دعو الكذابين والدجالين ولفظ الفرقان مصطلح قرآني جديد لم تكن الجاهلية تعرفه من قبل ولم يذكر في أشعار العربي قبل الإسلام بهذه الدلالة العامة وهو التفريق بين الحق والباطل وهو لفظ بليغ له إيقاع يؤدي معناه في دلالة دقيقة رائعة والقرآن فرقان فرق الله به للناس مواضع الخير والشر ومواضع الأمان عن مواضع العطب وهو بذلك قانون وحماية ورحمة وقد فرق الله تعالى بين الحق والباطل في القمة وهي الألوهية فأبان للناس أنه لا إله إلا الله وأن المعبودات ما سوى الله هباء وضلال وفرق بذلك أيضا بين الرسول البشر وبين سائر الناس فأبان عن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وعن كرامته وعن ألو مقامه وجعله قدوة في الظاهر وقدوة في الباطن وأفاض عليه من سرابيل التقوى ومن علامات الكمال ما لا يتأتى لبشر أن يدعيه كما فرق القرآن في مقومات حياة البشر بتبيان الحلال والحرام وشرع لهم ما يبقي النسل وما يحفظ النوع وما يحقق السعادة وهذا أمر فصل في القرآن الكريم تفصيلا وأبان الله سبحانه وتعالى عنه بما لا يدعو الإنسان يمكن أن يحار أو أن يتيه في ضلالات ومفاسد وأفكار وقوانين لا تتلاءم مع فطرته ومع حياته ومع نجاته في العاجلة والآجلة وبعض المفسرين يقولون إن معاني الفرقان إنما هي تفريق النزول على مدة مديدة وصلت إلى ثلاثة وعشرين عاما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فهنا معنى التفريق أيضا وهو التنجيم الذي يقع بنزول القرآن على فترات متباعدة وقد كان الناس يسألون عن الأنفال وعن المحيظ وعن الخمر وعن الميسر وعن الأهلة فكانوا في فهمهم بين حق وباطل وفهم وغموض فأبان لهم القرآن بكل آية منجمة تتنزل عليه صلى الله عليه وسلم ما يكون فرقانا بين الحال والحال وبين السؤال والسؤال نسأل الله تعالى أن يبين لنا من المعنى ما ينفعنا وإلى فرصة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته